مرحباً بكم ستشاهدون في هذه الحلقة مجموعة من أغرب المشاهد التي تم تصويرها بفضل طائرات الدرون هذه الحلقة ستنال إعجابكم سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم تم تصوير هذا الانهيار الأرضي في أراضي مانغوليا في فبراير من العام الماضي وبعدها وجد 48 عاملاً أنفسهم محاصرين بين أطنان من التراب عمل رجال الإنقاذ بجد لإنقاذ المحاصرين لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الجميع حيث وصل عدد الضحايا إلى خمسة أشخاص ما زاد الوضع سوءاً هو حدوث انهيار آخر أثناء عملية الإنقاذ مما دفع السلطات للاستعانة بتسعمائة رجل إنقاذ ومجموعة من الآليات الثقيلة لتوسيع منطقة البحث يبدو المشهد مرعباً عند رؤيته من بعيد حيث تهوت أطنان من التراب فجأة نحو الأسفل تم تصوير هذا المشهد غير الإنساني على الأراضي الفلسطينية حيث ألقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على قنبلة على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في غزة حدث ذلك في الوقت الذي تجمع فيه الفلسطينيون في انتظار وصول المساعدات الإنسانية نهر درينا مشهور بهدوئه وجماله لكنه مؤخراً تحول إلى نموذج عن التلوث البيئي بسبب النفايات البلاستيكية المتراكمة على ضفتيه وهو أمر ساهمت فيه الفيضانات التي جرفت العديد من النفايات إلى اليابسة نحو مجرى النار وذلك يشمل القوارير البلاستيكية العجلات وحتى بعض الأجهزة المنزلية التي تم التخلص منها هذه النفايات أفسدت صورة النار وسوف يصبح الوضو أسوأ حين ينقلها النهر إلى مدينة فيسجراد الجميلة في البوسنة والهرسيك تراكمت النفايات التي يحملها النهر في بعض المنعرجات أيضاً مكونة سدوداً تعيق المياه عن التقدم والتخلص من تلك النفايات سيكلف الكثير شهدت ولاية ريو جراندي ديسول البرازيلية أمطاراً غزيرة في مايو من هذا العام مما جعل عديد المناطق تعاني من فيضانات مدمرة تسببت الفيضانات بفقدان 150 شخصاً وتدمير حوالي 100 منزل أجبرت الفيضانات أكثر من 5000 شخص على مغادرة منازلهم والمشاهد التي تم تصويرها في أرجاء مختلفة من الولاية بواسطة طائرات درون تبين حجم الكارثة غمرت المياه الشوارع، المنازل، المتاجر وكل شيء أمامها تعاني طايوان كثيراً من الزلازل وهذه المشاهد تم تصويرها هناك يوم الثالث من أبريل من هذا العام انتشرت العديد من مقاطع الفيديو عبر الأنترنت ومن بينها هذا الفيديو الذي نرى فيه كيف تدفقت مياه المسبح من أعلى البناية وفي مسابح أخرى وجد أشخاص أنفسهم في مواجهة أمواج قوية كان ذلك أقوى الزلزال يضرب تايوان خلال آخر 25 عاماً وحسب التقارير فإن الموجات الارتدادية بعد الزلزال كانت مدمرة وأحدثت الكثير من الضمار في البنية التحتية وذلك ما دفع السلطات لتجنيد كل مواردها المادية والبشرية خلال عمليات الإنقاذ تشاهدون الآن عملية سطوين تم تنفيذها في بيرمونث في إنجلترا صدم اللصوص واجهة متجر المجوهرات لتحطيمها وبعد ذلك دخل ثلاثة منهم إلى الداخل لجمع المجوهرات هدد اللصوص حارس المتجر لكي لا يضغط على زر الإنذار وألقوا عليه عبوة تحتوي على حمض حارق وبمجرد جمعهم لما يكفي من المجوهرات غادروا المكان على الفور استعمل علماء الأثار طائرات بدون طيار لاستكشاف مدينة أثرية قديمة قرب نيو ميكسيكو إنها مدينة بولوجاي التي تم اكتشافها خلال السبعينيات أما عمرها فيصل إلى حوالي ألف عام تقع المدينة بالقرب من موقع تشاكو كانيون الأثري وهي تضم حوالي ستين منزلا لكن تلك المنازل اليوم شبه مدفونة بالكامل تحت الأتربة قام الباحثون بالتنقيب في أرجاء مختلفة من الموقع لكن جزءا كبيرا من المدينة ما زال غير مكتشف لغاية اليوم في يناير كانون الثاني عام 2015 تعرضت سفينة هيوغ أوسكا لحادث مأساوي وذلك أثناء إبحارها من ساوث هامبلتون نحو بريمهافن في ذلك الوقت كانت السفينة تحمل عددا كبيرا من الصيرات الفاخرة لكنها وجدت نفسها فجأة عالقة وسط الماء أكدت التحقيقات أن السفينة كانت تنقل حمولة زائدة مما أفقدها توازنها لكن الشركة المالكة للسفينة أكدت أن غرق السفينة لم يكن بسبب خطأ بشري بل إنه نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية غادرت السفينة المناء يوم الثالث من يناير كانون الثاني من نفس العام وبمجرد وصولها إلى المياه العميقة بدأت بالميالان مما تسبب بسقوط عدد كبير من الصيارة في الماء وقد تدخل خفر السواحل فورا لإجلاء أفراد طاقمها البالغ عددهم 24 فردا الكهوف الجليدية في الغطاء الجليدي في أيسلندا مشهورة بألوانها المدهشة وذلك ما تثبته لنا هذه المشاهد التي تم تصويرها بواسطة طائرات درون جمالها يجدب الكثير من السياح لكن الوصول إلى هناك يتطلب القيادة عبر طريق جبلي لمدة خمس ساعات هذه الألوان الجميلة ناتجة عن تراكم طبقات من الجليد على مر ملايين السنين وما يزيد من جمال المشهد هي فقاعات الهواء المتجمدة في الداخل التي أعطت الكهوف تأثيرا ضوئيا رائعا هنا في هذا المشهد نرى كيف يقترع الأيل قرنيه لاستبدالهما إنها عملية طبيعية لا تسبب أي أذى للأيل تم تصوير هذا المشهد يوم الثاني عشر من يناير كانون الثاني عام 2023 في كندا من طرف أحد الهوات عثر المصور على ثلاثة أيائل في تلك الغابة وأثناء محاولة تصوير مشهد لأحدهما تفاجأ المصور بالأيل وهو يقتلع قرنيه تقتلع الأيائل قرونها في فصل الشتاء لتنمو لها قرون جديدة لاحقا وتجدر الإشارة إلى أن قرونها ضخمة جدا حيث يصل طولها أحيانا إلى مترين وقد حصل مقطع الفيديو الذي رأيتموه الآن على شهرة كبيرة لأنه من النادر أن يتمكن المصورون من تصوير الآيائل أثناء التخلص من قرونها تم تسجيل هذا المشهد أثناء ثوران أحد البركين في هوايه إنه بوركان كيلاويا وهو أحد أكثر البركين نشاطا في المنطقة وصلت الحمم البركانية الساخنة إلى الشاطئ وامتزجت بمياه البحر الباردة يتراوح عمر البركان ما بين 210 و 280 ألف عام وحممه ما زالت تتدفق منذ آخر ثوران له يوم السابع من يوليو هذا العام المشاهد التي ترونها الآن تم تصويرها بواسطة طائرة درون عند ثوران البركان وتصاعد الأبخرة من المحيط عند سقوط الحمم الساخنة فيه يجعل المشهد أجمل يوم التاسع والعشرين من مايو من هذا العام قام أحد المصورين بتصوير هذا المشهد المذهش للحمم البركانية فوق فوهة سينيكور في أيسلندا أصبحت هذه الفوهة أكبر فوهة نشطة في المنطقة منذ تدفق الحمم منها في ديسمبر من العام 2023 أثناء تواجد طائرة درون الخاصة بالمصور في المنطقة بدأت الحمم تتدفق تدريجيا عبر الفوهة وذلك بعد 46 دقيقة من منتصف الليل اضطر سكان المناطق المجاورة لمغادرة منازلهم فورا لأن الوضع أصبح خطيرا وبعد بضعة أيام وصل الباحثون لأخذ عينات من الحمم البركانية هوراسيو لوريس فيرننداز هو مغامر يبلغ من العمر 34 عاما قام مؤخرا بمغامرة خطيرة جدا تمثلت في قفزة مظلية فوق بركان فيغو في جواتيمالا من سوء حظه أن البركان قد ثار في نفس الوقت لم يدر المغامر القادم من مدريد أن مغامرته ستكون بتلك الخطورة خاصة أن التيارات الهوائية القوية قد تجعله ينزل فوق الحمم البركانية مباشرة والمشاهد التي قام بتصويرها تثبت لنا كم كان الوضع مخيفا هذا كل ما لدينا اليوم نراكم في حلقة أخرى لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر